كلمة as الصغيرة دي مشهورة جداً في اللغة الإنجليزية وبتقابلنا بطريقة لا تعد ولا تحصى وليها أكتر من معنى ده غير ارتباطها بكلمات معينة وبيكونوا مع بعض جملة أو تعبير مختلف علشان كده جمعت أشهر استخداماتها ومعانيها في الفيديو ده المعنى الأول as هو بينما وبتساوي while أو when ومثال على كده as we left بينما غادرنا وليفت هنا الماضي من leave واللي معناها يغادر والمعنى الثاني لأز هو لأن وبتساوي because ومثال على كده as we are neutrons we got the bus لأن لا يوجد كتارات أخذنا الأوتوبيس والمعنى الثالث لأز هو مثل وبتساوي like وليك لما تيجي فعل معناها يحب ولما بتكون اسم معناها مثل فأز بتساوي like واللي اتنين معناهم مثل مثال I like reading as you أحب القراءة مثلك المعنى الرابع لأز هو مثلما وبتساوي in the way that ومثال على كده as you know مثلما تعلم المعنى الخامس لأز هو كأن لما ييجي بعدها if مثال we talked on as if nothing had happened تابعنا الحديث وكأنه لم يحدث شيء وطبعاً لها استخدامات أكتر من كده بس أنا جبت أشهارها بس في الفيديو ده ترجمة نانسي قنقر